في مشهد الحقيقة يعني في وسط الأخبار السلبية دي بنلاقي حاجات إيجابية زي مشهد كلفت للجميع لما استمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط لخطبة الجمعة اللي ألقاها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من داخل مسجد الرحمة عقب افتتاحه ضمن ثلاث مساجد تم افتتاحها النهاردة في مدينة راس البر بمحافظة دمياط وشاهد وزير الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة ثم شاهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر طبعا السور اللي احنا بنشوفها لحضراتكم دلوقتي يعني لكمان سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الحقيقة هي لفتة طيبة جدا وبتأكد على الوحدة الوطنية وكانت لفتة طيبة حتى تم تداولها على السوشال ميديا واحنا عارفين ان السوشال ميديا يمكن ما بيلفتش انتباههم يعني اغلب الحاجات الايجابية فلما نلاقي حاجة ايجابية بالشكل ده لفتت انتباههم دي كمان بتعكس صورة مصر قدام العالم كله اشتركوا في القناة